طبيب مهندس طيار أحلام وأماني متمسك بها الطفل نوار رغم ما أحدثته له الحرب من أوجاع ومآسي كل تلك التطلعات التي بترها لغم ابتعدنا عنها وعن تفاصيلها وشضاياها فهي إن ذكرت فأعراض نفسية صعب تجاوزها فالطفولة كبرت حدا لا يتوقع الصعوبة هنا في تقبل فكرة التخلي عن طرفك لدى طفلا لم يستوعب الحياة بعد التفكير يتوقف لحقبة من الزمن يتساءل ما الذي يجري وما الذي حدث في سيناريو الرعب هذا منح نوار فرصة كانت حلم في صلالة العمانية إنه المركز العربي للأطراف الصناعية الإنسانية والتميز بصمة فرح وضعها الشيخ حموز سعيد المخلافي في وجه نوار وزملاء له آخرين الطاقم الفني في المركز خبراء أجانب يعون جيدا احتياجات الجريح الجسدية والنفسية وبأجهزة متطورة يسعون لترميم الجراحات وإصلاح ما أفسدته الحرب بعودة الطرف لنوار ولو صناعيا يختبر قدرته في القيادة أما زال له القدرة على الحركة أما زال له القدرة على اللعب أما زال له القدرة على الذهاب بعيدا بعيدا يتعرقل في السباق أحيانا لكنه ينتصر ينافس يثابر يجتهد لم تتوقف الحياة لديه ولا المستقبل ولم تغب في ذهنه الطموحات بقدمه الصناعي ينجح الدراجة تقول نعم الطريق تقول نعم كل شيء يقول نعم نوار وكأن شيئا في نفسه يحاول مقاومته لست مبتورا لست ضائعا ولا محروما أنا طفل من تعز أصنع المعجزات أبحث عن الأمل في تشققات الحجر وأكتشف الضوء في غياه بالجب أمين دبوان لقناة المهرية ترجمة نانسي قنقر